السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطيور البرية الموجودة في مصر وكذلك بعض الزواحف والحيوانات الصغيرة معرضة حاليا لخطر الانقراض لو لم يتم السيطرة على المشكلة اللي هنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة أي بيئة بيبقى فيها أنواع معينة من الحيوانات والطيور بتعيش فيها وربنا سبحانه وتعالى قدر لكل النوع يعيش في بيئة معينة علشان كده البيئات اللي الإنسان مش بيتدخل فيها بإدخال أنواع طيور وحيوانات من بيئات تانية بيكون فيها توازن بيئة ومن الأشياء الخاطئة اللي بيقوم بها بعض محبي اقتناء الطيور إنهم بيجلبوا أنواع مستوردة من بيئات تانية ويربوها في أقفاص قطيور زينة والأي سبب من الأسباب بيطلقوا الطيور دي في البيئة المصرية ففيه أنواع مش بتتكيف مع طبيعة البيئة المصرية وبتموت أو بيكون التكاثر بينها محدود جدا وعلى العكس فيه أنواع بتتكاثر بصورة مرعبة بل إنها بتتسبب في مشاكل بيئية جسيمة بتصل إلى خطر انقراض بعض الأنواع الأخرى والخطر اللي بتواجه مصر في الفترة الحالية وكتير من المسؤولين مشواخدين بل هم منه هو طائر المينة الهندي اللي بدأ ينتشر في مصر بصورة مرعبة أنا طارق عباس من قناة إيجيبت ويلد والنهاردة هنتكلم عن غزو طائر المينة للأراضي المصرية بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك واتفعل الجرس علشان تدعمنا ويوصلك فيديوهاتنا أول بأول طائر المينة دخيل على البيئة المصرية وموطنه الأصلي الهند وجنوب شارع أسيا وبيتميز بالزكاء الحاد وعنده المقدرة على محاكاة أصوات البشر وأصوات الطيور التانية وعنده مقدرة كبيرة على التكيف في مختلف البيئات وبيتغزى تقريبا على كل شيء يتغزى على النباتات والزواحف الصغيرة والثادية الصغيرة وحتى جثث الكائنات النفقة طائر المينة بيعدي سريع الانتشار وعنده سلوك دفاعي عن المنطقة اللي بيعيش فيها تقريبا واحد كيلو متر وأحيانا بيدخل أعشاش الطيور الأخرى زي العصفير الدورية وبيقوم بإلقاء البيض والفروخ الصغيرة خارج العش وبيموت الصغار وبيموت الطيور الكبيرة كمان ودايما بنرى طائر المينة في أزواج وما تعرفش تفرق بين الزكر والأنسة من خلال الشكل الظاهري بيتقاصر تقريبا طول السنة وبتضع الأنسة من 3 ل 6 بيضات في العش الواحد وبيشترك الأبوين في حضنة البيض لمدة 17 يوم وبتغادر الصغار العش بعد 22 يوم فقط طائر المينة بيتسبب في عديد من المشاكل البيئية حتى أنه تم اعتباره أخطر الكائنات الدخيلة في أستراليا ونيوزيلاندا وجنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية والدول الأوروبية طائر المينة ظهر في مصر من حوالي 15 سنة وظهر أولا في شبه جزيرة سينة ثم بدأ في الانتشار في محافظة منطقة قناة السويس ثم انتشر جنوبا وغربا وبعد كده في محافظة البحر الأحمر والصعيد ومحافظة الدلتة وحاليا موجود في معظم أنحاء مصر وطائر المينة يعتبر وبحق من أخطر الآفات على البيئة وبينتشر بشكل سريع جدا في البيئة المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على التوازن البيئي ومع الزيادة المضطردة في أعداد طائر المينة هيشكل خطر جسيم على مزارع الفواكه زي العنب والتوت والفرولة وغيرها وبالتأكيد هيأثر على حقول الذرة والقمح والأرز بالإضافة إلى أن طائر المينة بيضمر البيض والأعشاش الخاصة بالطيور الصغيرة المحلية زي طائر الدوري وبيأثر على أعدادها المستقبلية وبكده بيؤثر بشكل مباشر على زيادة أعداد الحشرات والأفات الزراعية اللي الطيور التانية الصغيرة متتغزى عليها وبالتأكيد كانت محافظة على التوازن البيئي منظمة البيئة العالمية صنفت طائر المينة من ضمن أكثر ثلاث طيور إضرارا بالنظام البيئي ومن هنا يجب علينا التحذير من انتشار الطائر ده في البيئة المصرية ولازم وزارة البيئة تتخذ إجراءات عاجلة للحد من أعداده وانتشاره وإنقاذ ما تبقى من طيور برية محلية قبل فوات الأوان أنا كده خلصت الحلقة قلنا بقى في التعليقات الطائر ده شفت جنب بيتك ولا لسه ما شفتوش سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة